وأيضاً هذه المجالس إخواني الأفاضل هي مجالس السكينة فإن الإنسان قد يلتهي بهذه الدنيا وتشغل هذه الدنيا وقد يتعكر القلب بالسواد الذنوب والمعاصي فيأتي إلى هذه المجالس تطمئن فيها القلوب يشعر الإنسان فيها بالسكينة كما جاء في الحديث مشت مع قوماً في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وجه الشاهد أنه تنزل عليهم السكينة والرحمة والإنسان يحتاج في هذه الدنيا إلى الطمئنين يحتاج إلى السكينة يحتاج إلى رحمات الله سبحانه وتعالى التي تنزل على الإنسان وكيف لما تكون هذه المجالس في بيوت الله سبحانه وتعالى ومن كان في بيوت الله عز وجل كان في جوار الله عز وجل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول أين جيراني أين جيراني فيقول ومن ينبغي له أن يجاورك فيقال أهل المساجد الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل يجتمعون على أبواب العلم على أبواب الإيمان وأبواب الخير فمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه المجالس فهو على خير عظيم